استقبل محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة وفد مطرانية شمال سيناء حيث قدم الوفد باسمه وباسم قياداته وأبناء الكنيسة التهنئة إلى محافظ شمال سيناء وقياداته وأهالي المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك وأكد أسقف سيناء الشمالية على أهمية شهر رمضان لدى الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين على السواء حيث شهد العبور العظيم في العاشر من رمضان لعام 1973 1973 بمشاركة المسيحيين والمسلمين من جانبه أكد المحافظ على تواصل الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه في كافة المناسبات مشيرا إلى حجد كافة فئات الشعب لتحقيق التنمية على أرض سيناء